تدخل السيارات المفخخة تخطى الازمة في مصر محاولة ارباك المشهد وخلطة الاوراق من جديد ارض الكنانة كانت تسير الى استقرار دستوري وامني بعد الاطاحة بحكم الاخوان المسلمين الى ان جاء تفجير سيناء الارهابيين وقبلهما محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم هجوما انتحاريا بسيارتين مفخختين استهدفا مقر المخابرات الحربية وحاجزا امنيا في رفح اسفرا عن مقتل احد عشر شخصا على الاقل واصابة احد عشر اخرين بجروح بينهم مدنيون مصادر امنية اكدت ان التفجير الاول ادى الى تدمير البوابة الرئيسية لمبنى المخابرات الحربية وان المسلحين اطلقوا قزائف صاروخية على مقر المخابرات عقب التفجير وفرض الجيش المصري طوقا امنيا حول مكان التفجير واعلن اغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة كما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار للدرجة القصوى شمال سيناء وقامت بتشديد اجراءات التفتيش على الافراد والسيارات على جميع النقاط العسكرية وبعد ان تبنت جماعة ارهابية تطلق على نفسها انصار بيت المقدس محاولة اغتيال وزير الداخلية قبل نحو اسبوع وتوعودها بشن المزيد من الهجمات بعد عزل مرسي تبنت هجومي سيناء الارهابيين